في خطوة تعكس إصرار مموليه الإماراتيين على ممارسة مزيد من العبث في المشهد السياسي الليمني جدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لأي نشاط سياسي تنظمه أحزاب يعتبرها معادية داخل ما يصفه بأراضي الجنوب موقف المجلس الانتقالي يشير إلى تعميق الانقسامات السياسية في اليمن وعرقلة جهد السلام والمصالحات الوطنية فضلاً عن كونه مؤشراً على توجه المجلس الانتقالي نحو فرض سيطرته الانفرادية على المشهد السياسي في مناطق سيطرته بحسب نشطاء حقوق إنسان فإن منع الأنشطة السياسية وتكميم الأفواه في عدن والمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي يمثل انتهكاً صارخاً للحريات الأساسية ويعيق جهود تحقيق المصالحات الوطنية كما أن هذا النهج الاستبدادي لا يختلف كثيراً عن ممارسات الحزب الواحد التي سادت قبل الوحدة اليمنية ويقوض أي أمل في بناء نظام دموقراطي تعددي يحترم حقوق جميع مواطنيه ويعاملهم على قدم المساوة منذ العام 2014 يقبع اليمن تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتعاني الدولة استلب قرارها السيادي من قبل أطراف مختلفة بدرجات متفاوتة أكثرها تدخلاً وتأثيراً هي تدخلات إيران وسيطرتها من خلال الحوثيين على شمال اليمن وتدخل التحالف السعودي الإماراتي على المناطق الجنوبية والشرقية من الناحية النظرية فإن التحالف السعودي الإماراتي إضافة إلى الدول الغربية ذات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة كلها تتعهد بضمان سلامة وحدة التراب اليمني والعمل على إعادة سيادة الدولة على ترابها الوطني غير أن سلوك هذه الدول ووكلائها المحليين على الأرض يختلف عن تعهداتها القانونية ومواقفها المعلنة ترجمة نانسي قنقر